تدشين للعام 2019 هكذا يمكن وصف الغارات الجديدة التي شنها التحالف بقيادة سعودية على العاصمة صنعى مساء الأحد الملفت في الغارات أنها أول عمل عسكري جوي يقوم به التحالف بعد اتفاق السويد الشهر الماضي الذي اشترط لإتمامه إيقاف العمليات الجوية للتحالف مقابل إيقاف الميليشيا الحوثية لقصفها الصاروخي وطائرتها المسيرة على مناطق الحدود السعودية وهو ما تم واستطب خلال الفترة التي أعقبت لقاء ستوك هولم إلا أنه لم يستمر طويلا في التعليق على هذه العملية وأهدافها أعلن التحالف أنه دمر أهدافا تابعة لميليشيا الحوثي في صنعى بينها منشآت تضم طائرة من دون طيار وقال المتحدث باسمه العقيد تركي المالكي إن المقاتلات الحربية تنفذت عملية نوعية استهدفت سبعة مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقة من العاصمة صنعى استخبارية دقيقة شملت رصد ومراقبة نشاطات ميليشيا الحوثي وتحركات عناصرها وأكد المالكي أن عملية الاستهداف تتوافق مع القاون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وأن قيادة قوات التحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين ذلك ما قاله التحالف والواقع أن أقوالا كثيرة تلت غارات التحالف لكن النتائج لم تكن بذلك الحجم ولكل بات على يقين ربما أن عمليات التحالف الجوية عجزت عن إحداث ضرر كبير في قدرات الميليشيا التي أصبحت تتمتع بقدرة كبيرة على المناورات العسكرية بعد أربع سنوات من القصف الجوي المكثف علاوة على أن القصف الجوي فاقم من آثار الحرب الكارثية على البلاد والمدنيين يبقى السؤال الأهم الآن هل ستكون هذه العمليات مفتتحا لعام جديد من القصف والدمار؟ ذلك ما لا يأمله أحد